الحياة في العائلة التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل لتهم العائلة هلو سهلا مرحبا بكم نيسي الكل شكرا لكم على اختياركم إذاعت الحياة فهم موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة معي نوفل الشرطاني في الأخراج التقني للحصة سيف بول عريس في الدجيتال سيم حمدي في الميكرو وفي الأستوديو معي ضيفتي الأخصائية النفسانية التربوية مدام نجيبة الحاجي هلو سهلا مرحبا مدام نجيبة سهلا مرحبا بكم شكرا لك مدام نجيبة مازلنا مواصلين سلسلة الحلقات على أنماط الشخصيات وفن التعامل معها كنت تعرفنا على بعض الشخصيات صفتها طباحة وكيفيش نجم ونتعامل معها بطريقة اللي لا هي يرجع لها بالأثر السلبي هالطبع اللي فيها معناها الشخصية هذية ولا انت زادت تتأذى من جراء التعامل مع الشخصيات ذو ما في الأخر نحب ونلقاه طريقة هو أنه كيفيش نخفو العبء على هذى الشخصيه هذية وعلى انت زادت كام متعامل مع هذي الشخصيه يعني انت تحبي تومشي توسلت نكونوا شخصيه ديبلوماسي باش ننجمو نتكايفو نتأقلو هذي المطلوب يا سيهم والله بالحق خاطر هذيك هو نحنا نتوجدو ما نختروش للأشخاص وللظروف وللمكان للإطار الزماني والمكاني باش نتوجدو مع أشخاص كما كيه هم شنوه ذنبهم انهم كيما كيك وشنوه ذنبنا نحن انه معانت نقبلهم كيما هو مثالش احنا في جانب التفاعل والتكامل والتشارك نقبل بعضنا كيما نحنا نحقه الأمن والسلام والتعايش الإيجابي واضح هذا هو الهدف دونك حكينا على الشخصيه المتردده وحكينا على الشخصيه العنيده اللي فما مشاكل كبيره يسر في الشخصيه ذي اللي رايها هو صحيح ولي ما تقبلش الرأي وشوفنا كيفيش النجم ونتعاملوا معاها فكرنا في سع في سع مدام ما نجيبه الشخصيه المتردده ديها كيفيش نتعامل معاها والشخصيه العنيده كيفيش الشخصيه المترده اكثر حاجه باش نتعاملوا معاها انه ننمو لها ثيقه في النفس انه نقلصوا القلق والخجل اللي تعيش فيه الشخصيه العنيده ماذا بينا زاده نحاولوا كيفيش ندربوها على حسن التعامل مع الاخر قابول الاخر واحترام الاخر لانه في قابول الاخر ونعم وليكن الاسلوب بفن باسلوب بطريقة معناها الوالدية الرائيه وبطريقة انك تقبل نقبل منك الجزء والناعشك فيه جزء ما نقبلكش مع انك لكل خاطر كيفيش نزيد نميلك الشعور بالعنات نحصنوا التعاملوا معاهم بطريقة ايجابيه نقبلوهم كما هما ما ينعدلوا توسكيه في بعض الوالد على شنو مش نحكيه اليوم مدام نجيب والله ما ضابين اليوم مش نحكو على شخصيتين زاده متواجدين في حياتنا ناوي والرغم الاجور اللي هي الشخصية السرثاره والشخصية الباردة باي حش معانيها الشخصية السرثارة السأراث يا سيدي هذي ونتصور اي واحد ويسمع فيها ولا اي واحد فى الاكون معاية في الاستوديو مش يبدأ يتذكر و مش تفكي 없고 يؤثر أو كنة الشخصية السرثارة هذه مقابلة اجور انتي هكاك تبقى معاش يبدأ يحكي في كل شيء وعلى كل شيء ما يسكوتش ما عندوش فرن يحكي 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 يقول كل شيء الا المطلوب ما يحكيش فيه معناه للمفيد ليه؟ اسمي دي جا فر فرح معناها عبد يحكي 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 فور يحكي ما سميش مضمون ما سميش موضوع وكي تحطو انتي في وضعيه معتها في موضوع فما حاجه مطروحه معتها ان اوبجيكتيف ان كونتوني بيش نحقه فيه ما يحكيش فيه يحكي على كل شيء وفي كل شيء الا المطلوب منه ما يحكيش فيه هذه معناها يحاول ديما الإيصاره يحاول هكا معتها يجلب الانتباه يحس في روحه انه مهم برشه وانه يعرف في كل شيء ما دام نجيبه احنا حكينا في حلقات سابقه على العوامل المؤثرة مثلا شنوه اللي يؤثر ولا شنوه العوامل المؤثرة بيش تكون هالشخصيه دي تتكون ثرثاره مثلا والله هذي الطربية الوالدية متاعه كانت معناها يمكن ياسر كبتته فيه ما يتكلمش برشه ما عطتوش فرصه بش يتحاور ما صلحو طلوش وما عندوش فن الحوار انه نحن نصحيح يجبنا نحكو اما يجبنا نحكو في المهم وبيه طريقه معناها ايجابيه مش ما نحكي نحكي نحكو في وفما وقت وفما وقت مربوطي بيه ثم مضمون نطربتو بيه ثم ما ما عطوا انت الحوار يتطلب فما مستمع يزم تراعي له معناها تراعيه ثم كونتيني يزمك تراعيه ثم ووقت يا رب تكزيد كمش نبقى نحكي ثلاث ايام طوما نوفاش كيفاش انت تهذيب تهذيب الحوار يسم هذا معناها تلقاه هالثرثار واسع الخيال يسرح في الخيال عنده ضعف الشخصية لانه انت تحكي 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 بيش تجذب الانتباه وبيش معنا تثير الاخر والتعمل لجانب الاثار اللي فيه هذا يمكن كما قلت لك انا ديما نرجعه ديما للطربية الوالدية من اللول ما خذيش حظه ما تهذبش حواره ما وقعش الاستماع اليه ومع المشو يسمع وما ما سمعوش ومع المشو يسمع مع المشو يحترم معناها الوقت كيفيش بشي يلقى روحه في المجتمع الشخصية الثرثاره اللي ساعات بش يتقلقوا منه العباد مقلقة في علامه كيفيش هو يحس يعني كيفيش بشي يلقى روحه في المجتمع انا ماذا بيه ما هو خلينا نحن هو اليه كنسا مع انتا شخصية وهكاك اللي الطرف الاخر اللي مش يتعامل معاه سيوا فيه خدمه ولا فيه دار ولا فيه اي وضعية طلبتها للوحد اش بشي يعمل مشيكون انت تعطيه حدود تقول له ممكن تحب تنجح في الحوار معاه تقول له اسمعني اراه الموضوع ايكس باش نحكوه فيه اراه عنه وقت محدد وتحط له لي ما نجموش نخرجه تقيدوا تقيدوا بموضوع وبوقت ومعناها يكون ما تخليشوا يسرحوا دونك تحط له وتقاطعوا وتحسوا اذا اخرج على الموضوع تقاطعوا وتحطوا وترجعوا للموضوع الاصل هو هو بتبيعتهم مش مش ينجم يتحك مش يخرج هو يخرج وانا ارجعوا معناه يجبك تكون تقاطعوا وحاجه اخرى انك تحط للوقت دي لبريمي با احنا عن ربع ساعة سير بوع ساعة حاجه وتنجم زادة اذا كان تحسوا انتي طول في المدة تستعمل اشارات كما انك تشوف الوقت كما انك تبدأ تتململ كما انك تعملوا دي زنديس حتى كما تحبش انتي فيربال مو معتها لغويا تقول له اسكت اي ستوب تجي مش هي تعملوا هك تنجم انتي تشوف وقتك معناه ما تعطيه اشارات متاع معناها تخليه هو يتحكم في الشخصية هذي مدام نجيبه تتعب هي من جراء الردود الفعل متاع طرف المقابلة اللي يتقلقوا منه عادة هو عنده معناها مخزون كبير ووسع الخيال يحس لعباد ما تحبش تسمعه حس لعباد انها احتقرته ومعطتهش اهمية هو ما يعرشش اللي هو اللي يعمل فيها ذاك روي يقلق هذيك علش كانت تعاملوا معاه ومضابين المقربين منه يحاولوا حتى في الدار نفس يعملو له تمرير يعملو له تدريب هو هو الا اذا كان هو معك هم مسؤول ويعرف ينجم يدرب نفسه يقول انا يقف قدام المراية ويقول انا مش نحكي في البروجيه هذي يزني ساعة يلزم لي نقول المهم يحط ورقة واستيله ويقيد فيها النقاط العريفة باش يتقيد بهم ويتقيد بهم ويتقيد بالوقت روي الوقت المهم على وقتنا مهم زيدي احنا مادام نجيبه نحنا نمشو للبشغول على الشخصية الباردة نمشو للشخصية الباردة هذي شخصية تصف بالبرود يا جبل ميهز كريح تطير تحط معناها عبد ما يهموش للاخطار لا احساس الاخر لحد شيء اللي احنا بلغتنا ما يفرق معه حتى ما يفرقش معيه ما يفرقش معيه عندو درجة عالية معناها من البرود ويتحكم ياسر في سيرار بش يرد الفعل سيرار بش يرد الفعل ديما معناها تلقاها يسمع برشا يصغي للاعبيد برشا ما يتكلمش برشا ما يتكلمش برشا وما يردش برشا عندو زيدي مشو عاطفي برشا حتى اذا كان عاطفي عندو قدرة على التحكم في العواطفة بتاعه ما يظهرهاش للاخر هذا اكثر حاجة ما عندو حاجة ما هي الحوايمة للمؤثرة مدام نجيبها لتخليش الشخصية ايه الحوايمة المؤثرية كلنا اللي عم بتعندو قولوا نحنا واسع البال هي رايسي بيا معنا انت يمكن الشخصية ذي من حاجات المميزات اللي بتكتسبها في الحياة انها ما تمرضش يقول لك الينا في سع ما يرد الفعل في سع ما يتغش في سع ما يتغش في سع ما يتغل الدم هذي الشخصية البرد وكل اكثر حاجة تكتسبها في الحياة انها انها ما تمرضش مع انت تبقى في صحة سليمة احسن حاجة كيفش نتعامله معها يلزمنا الاصغاء الجيد انك يلزمك انتي كيفاش بش تدرفه وبش يتكلم بش يعبر بش يعبر بش يعبر مثلا انت تروح له اسألة مفتوح بش هو تطلب ايجابات معناها ايجابات كبيرة وانه يحل معاك الحوار وانه يقبلك كما انت مرات زلت انتي تستعمل معاها اسلوبه كي تعتمد انتي الصبر الصمت وعد مرد الفعل هذيك يفير الاستفزاز الايجابي معناها خاطر انتي بش تعدل سلوك تعمل نفس السلوك خاطر هوكي انتي تحس بيك هكا انتي ساكت وانك مطفيه ومش قاعد فيه قيمة واش غا تصره هو بش ينطلقه هو بش يعبر هو بش يولي معاش معانتها مش يقوله احنا يخرج معاك البرود والجمود متاعه يحب معانتها هي الحق شخصية تطلب معناها الاحترام المتبادل وما تقلقش اجتماعيا الحق كان في الحالة القصوى معناها واضح خاطر احنا احنا مربوطين بمشاعره ينزلنا نتقلقه يعني على الاقل اقل ضروره من العنيذة من الثرفارة اماليا قومين زاده شخصية اتقلق انتي عبد تلقى عبد معناها سبحان الله احنا هي تقودنا مشاعرنا الوقت الخوف يجب ان نخافه ووقت الحزن يجب ان نحظه ووقت الفرح يجب ان نفرحه معناها قدرة استجابتنا كم المثير اللي عنه شخصي ذا معناه يبدا استابل في كل الاحوال ما تغيرت بارد ما عندوش ردود فعل كيما طابت كيما تحرقت طويل مجيش اليوم يجي غدوه اكلوا ساعة البال ليهزوا ولاد واذا يقلق زادا حتى الناس اللي تتحمل معاها حطرك انتي يلزم يكون تفاعل ايجاب حس روحك ما تجاوبش معاك ما يتجاوبش ما يتجاوبش معاك وحتى يستفزك معناه يستفزك رئيش شخصيه استفززيه انتي تبدي انتي مثلا من عارش حتى نحكي انتي احنا محتاجين تكون يبدلنا اللي معاني نفس المشاعة نفس الوضعية طوي احنا عنا نفس الوثير شبيك انتي تبدي هاكا ميك لروحك وتبدي ايه تطلب خطر الاكسيون تطلبك وهو يبدا ما ميثيره حتى شيء دونك من الاساليب ولا فن التعامل انك تحاولت خليله مجيل بشي عبر تسأله واسأله مفتوحها باش تطلب برشا معناها احديث وبرشا ايجابات اتستيغا وفي بعض الاحيين استفززت لها بقصة بها الاستفزز الايجابي انتي تصمت انتي ترد الفعل مع انت تعيش عيشته تعيش وشخصيته باش هو تخلي يجيله معناها مادام نجيب وقتلي هو يتوقع منك انك انتي تحكي وتتوسع انتي تعاملوا بنفس الطريق ليه انتي باش صوروا باش تستيراكع تديري اكسيون واي مشاعر حكا معانتها بتاع ايصاره انتي تصمت تبقى في بلاس واتخليه واضح شكرا لك مادام نجيب الحاجي الاخصائية نفسا يا التربوياتي كالصحة وصلنا لختم حلقة اليوم من برنامج الحياة في العيلة نتقابلوا في الحلقة القادمة فيلميننا الحياة في العائلة التطرق الى نمط العيش العائلي وابرز المسائل لتهم العائلة